زي ما اتكلمنا دكتور كده في بيت العيلة بيت العيلة وما أكثر بيوت العائلات اللي بيحصل فيها مشاكل أعمل إيه يا إيمان؟ إن جوزي ده ما فيش قاعدة غير ويسمم بدني بكلمة ما فيش قاعدة ولا خروجة عيلة مش عيلة بره جوه غير ويرميلي كلمة كده تسمم بدني ما فيه مرة نخر غير وارجع محروق دمي وضغطي عالي وتعبت الست دي مش هقدر لها ما تسيبي جوزي خلاص لا هي مش هتسيبه لكن تتعامل إزاي مع الشخصية المريضة دي اللي هو العنف اللفظي العنف النفسي مستفى فهي الفكرة كلها إن ساعات بيبقى إن أنا ممكن أتجنب هذين موقف يعني لو إزاي ما حتى قلت خلاص ده أمره واقع هي مش هتسيب هي قاعدة وموضوعه خلاص بتحب جوزها ومش هتسيب فهي الفكرة كلها هي حتى لو بتحب جوزها بس أرجع أقول الحب اللي غاد فين هو غالبا ده مش حب لأن أرجع أقول ده وجع يعني ده قلم نفسي يعني فكرة ده مش حب ده أن ده استسلام يعني فكرة كلها لأنه لازم برضو أخد موقف يعني أرجع أقول أنا لو سمحت هتكلم مع بالروحة لو سمحت لما نخرج مع الناس لو صح ما هتعلقش عليها تعليق زي كده ما هيقولك بها ما تخذرش مع الهزار ده هيرد عليها وإحنا كلما نخرج هتنكد عليها تبا أنا مش هخرج معك تاني وإحنا كده نوع عما هو في الآخر إيه هو بيأخدها هو مش مضطر بس هو عايز يأخدها بس لو أنت هتأخدها عشان تضايقها ويتقوله مش جاية فهو ده برضو إحنا بنحاول نحط كنها بورجن أو كنها إيه بنقول لها بيوصل لمرحلة دي عشان دي أنا مثلا كاست بشتغل لو أنا مثلا مديري طول الوقت بيزعالي بيديني مثلا كل التعليمات بالزعيق وهو فعلا زي ما حدك بتقول مثلا عارف إن مثلا منا ولا ولا سهام ولا بتستحمل اللي هي مضطرة يعني محتاجة للفلوس الشغل دي هم أسكية ما شاء الله علي عارفين بيتعاملوا أي حد بيعنف حد بيعرف نقطة ضعف فيه بالزبط الست اللي بتتعنف في الشغل دي يعني هل مثلا عشان هو مديري فأنا مش هادر أتكلم بتخاف تتكلم أو ترد عليه لأنها تخسر وظيفتها ولا الصح إيه في الشغل أنا بسأل الست هل هو معاك إنت بس ولا مع الناس يعني إيه شخصيته بوجع عام بيزعق الناس كلها ولا إنت بذاتك هو اللي بيزعق لك تقولك لا أنا لو أنا يبقى منفعش ده نوع من اضطهاد يعني أعطى فيه بعض الشاكات ممكن يا زي أقوله عمله كومبلاين وابتدي عمله فيه مشكلة عندي لكن لو هو بطبيعته شخص بيتخالي الناس كلها ساعد بيقولهم لا ما تاخدش الموضوع على نفسك زي ما هادر بتقولي هطنش ما هو مدير لأن المدير بيزعق لكل الشغالين فده مش مستقصدنا عقد نفسية بقى بقى تلاقيه في البيت مراته منكده عليه وطفح عليه لا أهو ساعد فيه ناس مقتنعة أنا لو ضغطت على اللي قدامي هيشتغل أنا لو هزأتهم أو هيخافهم التهزيق فهيشتغلوا أكتر هيدوا أكتر ودي فعلا هو زي أحدك ودير زاكي عارف بيشغل لتحديه إزاي فهو عارف نقطة ضعفة كل واحد وإزاي يوظفها فيه فيرميله كلمة آه عارفين آه عارفين فهذا عقله أو خوفه أوضط عليه نفسيا فهيشتغل وهذه الفكرة ترجمة نانسي قنقر